السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لجميع المتتبعين تنشكركم على المتابعة ديالكم الصفحاق إن شاء الله تنوعدكم دائماً سيكون جديد في عالم الأعشاء والنباتات الطبية إخواني الكرام جاءتنا الكثير من الأسئلة على الصفحاق حول تمر الضوم وخاصة الإخوان من الجزائر وتونس وليبيا وميصر وسوريا والأردن وكثير من الدول العربية إن شاء الله في هذا الفيديو سنجيب على جميع أسئلتكم إخواني الكرام كما تشاهدون في أعلى الصورة أمامكم هذه هي شجيرات الدوم تمار وهي يسمى حب الغاز أو البلوح من أسمائها أيضاً الدوم القزام الدوم المغربي النخيل القزام النخيل الزاحيف الدوم المتوسطي بالفرنسية بالمينا الإسم الإنجليزي كاميروبس من الفاصيل النخلية عائلة النخيل توجد في كثير من مناطق المغرب والجزائر وتونس وربما طول الشاريات الساحية للبحر أبيض المتوسط إسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا باستثناء المناطق الصحراوية لا يتعدى طولها المتر أو المترين أوراقها من روحية الشكل تمارها قبل النجج تكون خضراء ثم صفراء وعند النجج تكون حمراء بنية اللون صغيرة الحجم نيواتها أكبر من لحمها لذيذة المضاق مضاقها يشبه كثيرا مضاق التمر هذا النوع من الدوم صغير الحجم مقارة مع أنواع الدوم الأخرى المنتشرة في مصر والشرق الأوسط ينتمي لنفس الفصيلة عندهم تقريبا نفس الخصائص الطبية خصوصا هذا النوع من التمر فهو مهمل في العلاج بالرغم من فوائده العظيم على الجسم غني جدا بالحديد من فيتامينات والعناصر الغذائية المهمة مثل مضادات الأكسادة والنياسين والفيتامينات منها فيتامين بي واحد فيتامين بي جوج وفيتامين بي ثلاثة وفيتامين آ وفيتامين سي وفيتامين او بالإضافة للأوميغا ثلاثة والأوميغا ستة والأوميغا تسعود يحتوي أيضا على المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد غني بمواد وعناصر مضادة للأكسادة مثل مركبات الأنتوسيانين الفينول والفلافون ويد والكالسانتون هذه المواد تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية إخواني الكرام عصير الدوم أو مغلي الدوم أو مغلي تمر الدوم يسيطر على ضغط الدم المرتفع إذا شرب كوب على الريق وقبل النوم وبنفس الطريقة ينظم السكر في الدم ومفيد للدهون التلاتية منها الكوليستيرول وحرق الدهون ومقوي لعضلة القلب تعالج مشاكل الغدة الضرقية خمول الغدة الضرقية أو نشاط الغدة الضرقية تعالج مشاكل الجهاز الهضمي المشاكل المعاوية والمعيدية تعالج ضيق التنفس والحسسية والربو تعالج البواسير والناصور كذلك تعالج تساعد في إنقاس الوزن تعالج الأمراض الجلدية وتساعد على إنبات الشعر وتمنع وتساقط الشعر تعالج جميع مشاكل البروستات التهاب البروستات وتضخم البروستات والأمراض المسالك البولية أيضا تمار الدوم لها دور في علاج إنكماش وتقلص حجم القديم وضمور وضعف حجم الخصيتين تمار الدوم مقوي جنسي فعال يعطي طاقة جنسية ورغبة تمار الدوم تعالج العقم عند النساء والرجال فهي تزيد من نسبة عدد الحيوانات المنوية وكذلك السائل المنوي تعالج تشوه وضعف حركة الحيوان المنوي تمار الدوم أيضا له مزايا خاصة عند النساء فهو يضبط الهرمونات ويقوّل خصوبة ويزيد من حجم التدي والمؤخرة مقوّل الداكرة والأسنان والعظام وكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى إخواني الكرام طريقة الاستعمال تطحن تمار الدوم ويأخذ منها ملعاقة كبيرة يتم وضعها في كوب ماء على درجة الغليان ويترك مدة ساعتين ويشرب بمعدل كوبين في اليوم واحد على الرئيق وآخر قبل النوم ومن الله الشفاء